شكراً سيد الرئيس أود أن أشكر جميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل بالناء الذي مكاننا اليوم من اعتماد قرار طال انتظاره قرار يطلب وقف إطلاق النار بغزة فوراً من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمس أشهر خمس أشهر داقة خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب كل أشكال المعاناة لقد استمر حمام الدم طويلاً وبأشكال بشعة وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان أخيراً أخيراً يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية كما نادي بها مراراً وتكراراً السيد الأمين العام أنطونيو جوتريش الذي نجدد له الدعم على موقفه النبيل ومناثارته للحق وهذا رغم الحملات المغردة والتي يترعى الرد لها سيد الرئيس عند التصويت على مشروع قرار التي تقدمت به الجزائر الشهر الماضي وعدنا وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة ووعدنا بأننا سنعود سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن وها قد عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعروا بال تشعروا ولم تتخلى عنكم تشعروا بألامكم ولم تتخلى عنكم سيد الرئيس إن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق أمال الشعب الفلسطيني و ونتطلع بالتزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط وترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ومجلس الأمن من واجبه أن يصهر على ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار في الأخير سيد الرئيس أؤكد أن الجزائر ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن مرة أخرى في ضل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا عضوا كاملا وسيدا بالأمم المتحدة وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر